اطلع الوكيل المساعد لمحافظة شبوى سالم الأحمدي برفقة مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محسن سنان على الاستعدادات التي تجريها مؤسسة العشب الأخضر لإنشاء وصيانة الملعب والحدائق العامة لتنفيذ مشروع تعشيب ملعب الفقيد الخليفي بعتق بتكلفة 235 ألف دولار من مبيعات نفط العقلة بمدرية عرماء ونوه الوكيل الأحمدي بأهمية المشروع في تعشيب أول ملعب رياضي حكومي بالمحافظة منوه بأنه يمثل حجر الأساس في منظومة البنية الأساسية للملعب من جانبه أكد مدير المؤسسة المهندس أحمد بن سويدان أكد انطلاق الأعمال الميدانية في تنفيذ المشروع وقال بأنها تتمثل في تسوية أرضية الملعب البالغ مساحتها 7000 متر مربع بدوره استعرض مدير مكتب رياضة شبوى محسن سنان استعرض المشاريع الهندسية الهادفة إلى تطوير البنية الأساسية للملعب الرئيس بالمحافظة